مرحبا جميعا هذا هو الجزء الثاني من محاضرة الالبو جويند مفصل المرفق في هذه المحاضرة سنتعرف على هذه الايتمز أو الائل اوز مثل ما نلاحظ ليجيمينتز اوف دا جويند موفمينتز حركات هذا الجويند وايضا المسلز العضلات التي تعمل على الالبو جويند والبلوت سبلاي والانيرفيشن وايضا البرسة اوف دا الالبو جويند اشتركوا في القناة من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة الى ان تحضر الفيديو بالكامل الان ننتقل الى الليجيمينتز اوف دا جويند مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة هذه الصورة اصبحت مألوفة هذه عبارة عن الليجيمينتز التي سنتطرق لها هذه من جهة الريديوس وهذه من جهة الالنة The collateral ligaments of the elbow joint are strong triangular bands ماذا يعني ذلك؟ أي أن شكلها في الغالب سيكون triangular أي شكل مثلث وستكون strong ستكون قوية وستكون bands أي حزمة That are medial and lateral thickenings of the fibrous layer of joint capsule هنا تتضح وكأنها في الحقيقة هي thickening في الجويند كابسول هنا مور يقول أنها تنتمي الى الجويند كابسول ولكن هنا مور يفرق ما بين الجويند كابسول ويفرق ما بين الليجيمينتز فيقول أن الليجيمينتز تقوم بتقوية الجويند كابسول فبعض الأحيان تعتبر أنها جزء من الجويند كابسول الليجيمينتز تنتمي للجويند كابسول وبعض الأحيان يقولون لا أن هذه الجويند منفصلة عن الجويند كابسول ولكن ما يهمني من الموضوع أن هذه الليجامنت ستكون موجودة على اللاترال وهنا الميديل وتكون قوية لدرجة أنها تمنع بشكل كبير الديسلوكيشن أو اللاترال والميديل ديسلوكيشن لهذا الالبو جوينت فتكون قوية الآن سنتطرق إلى الريديل كولاترال ليجامنت هذا هو الريديل كولاترال لجامنت فان لايك أي أن شكله يشبه الفان فان أي المروحة مثل ما نلاحظ هنا ينطلق من هذه النقطة ويكون براود باند سيكون عبارة عن حزمة عريضة فيكون شكله مثل الفان مثل الفان لايك سيكون فان لايك ستركتشور مثل أيضا مثل الالكتراز ميجر أيضا تكون فان لايك ستركتشور هنا هذه عبارة عن اللاترال فينطلق هنا سيكون الاريجن له من هنا وسيكون الانسيرشن له في الانيولار لجامنت فهذا هو عبارة عن الريديل كولاترال لجامنت هذا أيضا صورة أخرى عن الريديل كولاترال لجامنت فالثم نلاحظ هنا سيكون الاترال ابيكون دارال ينطلق يعمل الاريجن من هذه النقطة من الاترال ابيكون دارال ويذهب إلى الانيولار لجامنت الآن سنتعرف على ما هو الانيولار لجامنت الانيولار لجامنت هو شيء خاص في البروكسيما راديو أولنر جوينت ولكن يجب أن نتعرف لشيء بسيط له الانيولار لجامنت أوف دارال راديو اس انسيركلز أي أنه سيحوط بالثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن الريديل كولاترال لجامنت وهنا هذا هو عبارة عن الانيولار لجامنت هذه أيضا صورة أخرى للانيولار لجامنت فهنا هذا هو عبارة عن الريديل حد الريديل حد الرأس للريدياس فهنا هذا الريديل حد سيحاط انسيركلز انسيركلز باي انيولار لجامنت سيحاط بالانيولار لجامنت وهذا الانيولار لجامنت سيضمن ثبات الريدياس داخل هذه الرنج التي سيكونها الانيولار لجامنت مع الألنة من جهة الميديل يشترك الألنة في تكوين هذه الرنج التي ستحيط بالرديس وسنتعرف على هذا الشيء في المحاضرة القادمة ولكن الرديس هنا سيكون موجود في الرديل نوت وسيسمح هذا الليجامنت بحركة هذا الرديس هنا يحصل حركة الرديس داخل هذه الرنج مثل ما تلاحظون هنا أنا أقوم بعمل pronation و supination بسبب وجود هذا الproximal radial joint والproximal radial joint يتم تكونها من خلال الأنيولر لجامنت ما يهمني الآن من هذه المحاضرة وفي الألبو جوينت أن أعلم أن أن الradial collateral ligament يعمل insertion يتصل بالانيولر لجامنت الآن ننتقل إلى الألنر collateral ligament مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن الألنر collateral ligament سيقسم إلى ثلاث أجزاء the medial triangular ulnar collateral ligament extends from the medial apicondyle هذه عبارة عن المedial apicondyle فسيمتد من المedial apicondyle ويذهب هذه أيضا هنا هذه المedial apicondyle وهنا ستتجه إلى الألنر هذه المedial apicondyle extends from the medial apicondyle of the humerus to the coronoid process and the olacrinoid process of the ulnar هذه هنا ستكون ال coronoid process نحن نعلم ما هي ال coronoid process ونعلم أيضا ما هي ال olacrinoid process هذه ال olacrinoid process وهذه ال coronoid process هنا فهنا هذا الألنر collateral ligament سينطلق من ال medial apicondyle of the humerus ويذهب إلى ال coronoid process of the ulnar وأيضا ال olacrinoid process of the ulnar وسيقسم مثل ما قلت إلى ثلاث أجزاء إلى ثري bands consist of ثري bands تصحيح بسيط للمعلومة ليست جميع ال bands of ulnar collateral ligaments تنطلق من ال medial apicondyle of the humerus وتذهب إلى ال coronoid وال olacrinoid process فمثلا لدينا ال oblique band of ulnar collateral ligament أو ال inferior band فهي توصل ما بين ال coronoid وال olacrinoid process لكي تأمل deepening لشيء معين سنتعرف عليه إن شاء الله بعد قليل أولا the anterior cord-like band is the strongest هنا هذه ال anterior band ستكون أقوى واحدة مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن anterior band ستتصل من من ال medial apicondyle of the humerus وستذهب إلى ال coronoid process أما بما يخص الباند الأخرى فهي posterior fan-like band is the weakest هي أقوى هي أضعف باند هنا ستكون أضعف باند posterior هذه عبارة عن posterior هذه فقط posterior هذه حدودها فقط هذه من ال medial apicondyle of the humerus وتذهب إلى ال coronoid process أو all-coronal process of the alna من ال medial apicondyle of the humerus إلى all-coronal process of the alna وستكون ال weakest واسمها posterior fan-like band تلك كانت chord-like band مثل ما تلاحظون chord-like شكلها chord شكلها سيكون أشبه بالحبل chord تعني حبل فهنا سيكون شكلها حبل أما هنا فسيتكون fan-like shaped أي شكلها يكون بهذه الطريقة أي أنه fan-shape أي يشبه ريشة المروحة بهذه الطريقة أما الباند الأخيرة فهي slender oblique band debins هي ستقوم ب عمل debining ستقوم بزيادة العمق the socket for the trochlear trochlear of the of the humerus مثل ما نلاحظ هذه عبارة هنا هذا من grace anatomy or grace anatomy for teachers هذه الصورة ماخذة من grace anatomy for teachers فهنا هذه grace anatomy يسميها inferior band more يسميها oblique band وظيفة هذه band ستقوم بزيادة العمق لكي يستقبل الألنا trochlear notch of the alna لكي تستقبل trochlear of the humerus فستزيد عمق هذه النوة بما يخص النوة of the alna التي عبارة trochlear notch هذا نفس المبدأ في glenoid labrum الذي كان يزيد عمق يزيد عمق يزيد عمق glenoid cavity لكي يستقبل الحيومير هذه عبارة عن inferior band ومثل ما قلت النمور هنا يسميها oblique band وهذه ستكون anterior band التي cord like band وهنا سيكون البوستير band التي هي fan like band هذه interior oblique وبوستير وبعض المصادر تسمي oblique inferior وأنا شخصيا صراحة أميل مع فكرة inferior أكثر من oblique لأن inferior تعطيني فكرة عن مكان تواجد هذه الباند أفضل من أفضل من شكل هذه الباند وأفضل من الوضعية الموجودة في هذه الباند فأنا شخصيا أميل اللي نسميها posterior الآن ننتقل إلى وقد تطرقت أنا للمovement فهنا سيكون لدي flexion و extension فقط مالك flexion و extension بالنسبة للمovement of the elbow joint flexion and extension فقط لن يسمح بأي حركة أخرى الآن ننتقل إلى الفقرة الأخرى والمهمة هنا هذه فقرة مهمة وهي عبارة عن الكيرينج أنجل ما هي الكيرينج أنجل لنتعرف هذا هو عبارة عن هذا الذي هو عبارة عن المحور الطولي الذي يمر بالألنة حينما يكون الألنة extended وهذا يعني أنه في الاناتومical position يعني هو عبارة هذا المحور الطولي وعبارة عن المحور الذي يمر في الألنة حينما حينما أكون أنا في الاناتومical position بهذه الطريقة هذا المحور يعمل زاوية مع محور آخر makes an angle of approximately 170 degree with the long axis of the humerus هذا هو long axis of the humerus مثلا ما نلاحظه هو عبارة عن vertical axis فهنا هذا long axis of the humerus يعمل زاوية مع long axis of the الألنة هذه الزاوية هي عبارة عن سبعين درجة هذه الزاوية ستكون سبعين درجة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الكرينج سميت بالكرينج لأننا حينما نحمل دلو الماء فأننا نقوم بإبعاد الفور بأض الشي عن الجسم فلهذا السبب سميت بالكرينج أنجل هذا سبب تسميتها بالكرينج أنجل ولكن لا يعني أن الكرينج أنجل تكون موجودة فقط حينما نحن نحمل دلو الماء الكرينج أنجل موجودة دائما حينما نقوم بعمل الاناتومي الآن إذا أنتم قمتم بالاناتومي قم الآن قم قم بعمل الاناتومي شيء محبب أن تقوم بعمل الاناتومي فحينما تقوم بالاناتومي ستلاحظ أن الفور تبتعد عن الجسم بزاويات 10 درجات بزاويات 10 درجات مثل ما نلاحظ هذه هي الزاوية فستبتعد مثل ما تلاحظون تبتعد عن الجسم البشري بزاويات 10 درجات ولكن الكرينج أنجل هنا ستكون عبارة عن الأنجل ما بين اللونج أكسز الذي يمر بالهيوميروس واللونج أكسز الذي يمر بالألنة فالزاوية ستكون هنا 170 وليست 10 ولكن ما يقوله هنا أنها تبتعد 10 درجات فقط مثل ما نلاحظ the applicuity of the ألنة and thus of the كيرينج أنجل is more pronounced in women than men than in men ماذا يعني ذلك يعني أن هذا الميل في الزاوية أو هذا الابتعاد هذا الابتعاد للفرأ عن الجسم سيكون أكثر واضح pronounce أكثر بال women 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 النساء من الرجال فمثل ما نلاحظ the angle is approximately 10 10 degree more acute ماذا يعني ذلك يعني مثلا تلاحظون هنا في الرجال في الرجال تكون من 10 إلى 15 من 10 إلى 15 هذه الأنقل التي تعملها الفور أر مع الجسم ستكون من 10 إلى 15 ولكن في النساء ستكون أكثر من 15 من 15 من المحتبل أنها تكون بين 15 20 فلهذا السبب ستكون زيادة أكثر من الرجال ب 10 درجات بهذه الطريقة أما الآن فما السبب أن في النساء الزاوية هذه أكثر من الرجال هنا بشكل منطقي وعبارة عن علم نعلم حتى إذا لفظي كان صحيح 100% ولكن ننفذوها في جوجل ولكن هذا عبارة عن علم عبارة عن علم يبحث في مسببات الأمور والسبب المنطقي للأمور فهنا هذا العلم يقول أن السبب المنطقي ماذا يعني ذلك يعني النساء بشكل طبيعي يكون لديهم أعرض من الرجال أو الأمور الأمور فهنا فهنا بسبب هذا العرض في البل سيتحتم أن تكون هذه الزاوية عند النساء أكثر من الزاوية عند الرجال فحينما تمشي المرأة تتأرجح هنا الذراع تتأرجح فلكي تتأرجح بحرية عند النساء يجب أن تزداد هذه الأنقل إذا ما قرنت بالرجال الآن ماذا يعني ذلك قلنا في الاناتومical position ستظهر لدي بشكل باضح هذه الآن هذه مثلا تلاحظون الأنقل هذه بين الهيوميرس وما بين الأن ستكون 170 درجة واضح أن هناك أنقل أنا الآن في الاناتومical position واضح هذه الأنقل وهنا أيضا تكون واضح هذه الأنقل مثلا نلاحظ هنا ستتضح هذه الأنقل ولكن حينما أنا أقوم بعمل pronation مثلا تلاحظون هذا هو عبارة عن pronation ستختفي هذه الزاوية أما نذهب بشكل منطقي لماذا تذهب هذه الزاوية عندما نعمل pronation هناك حركة تحصل ما بين الحيوميروس والألنى ولكن هذه الحركة ليست deflection وextension هي عبارة عن انزلاق للألنى بعض الشيء عن مكانه الطبيعي عن مكانه الطبيعي فهنا هذه الزاوية هي ما تسبح بالبرونيش هذا الانزلاق ما أقصد هذا الانزلاق فهنا هذا الانزلاق هو ما يسمح بالبرونيش والسوبانيش أساسا لو لا هذا الانزلاق حسب كلام دكتور رمضان فأننا سيكون هناك حركة البرونيش والسوبانيش بدل أن تكون هكذا ستكون هكذا هذا كلام دكتور رمضان فهنا هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة في البروكسيمال راديو ألنر جوينت ولكن ما يهمني الآن هو تفسير لماذا لماذا هذه الحركة حينما أقوم بعمل برونيشن تختفي هذه الكرنغانجل وذلك بسبب حركة الألنر بالنسبة للهيومرس ولكن حركة لن تكون لفلكشن والكستنشن سيكون عبارة عن انزلق الألن ينزلق الموضعه نسبة إلى الهيومرس الآن سنتقل إلى المسلز moving the elbow joint a total of seventeen muscles across the elbow and extend to the forearm and hand هناك سبعة أشر أضلة crossing أي أنها ستعبر الألبو جوينت وتذهب إلى الهاند ستعبر الألبو جوينت وأيضا الرس جوينت وتعرفنا على هذه العضلات جميعها في محاضرات تفصيلية most of which have some potential to affect potential أي لها القدرة to affect elbow movements ماذا يعني ذلك؟ يعني أن بعض من هذه العضلات تؤثر على حركة الألبو جوينت بعض منها تعمل synergists وبعض منها تعمل مجرد لمثلا تثبيت أمور معينة أو البعض منها مثلا تقوم بالتأثير بطريقة وباخرى على الألبو جوينت فما يهمنا أن هناك سبعة أشر أضلة ستؤثر على حركة الألبو جوينت ولكن نحن لن نتطرق إلى تأثير هذه العضلات بشكل منفرد سنعلم فقط أن هذه العضلات عضلات الفور آرم فهي تؤثر على الألبو جوينت أود الإشارة إلى أننا تعرفنا إلى مساهمات هذه العضلات السبعة أشر في محاضرات سابقة كانت عن المسلز أو فور آرم فنحن بالفعل تعرفنا على هذه العضلات وبشكل تفصيلي ولكن أنا هنا سأذكر فقط ما هي العضلات التي تؤثر بشكل أساسي وليس بشكل ثانوي ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه العضلات مثلا هنا هذه البريكيو رادياليس هذه البريكيو رادياليس التي عبرها عن عضلات تساهم في الفلكشن سنتعرف عليها بعد قليل هذه البريكيو رادياليس بريكيو رادياليس مصل هذه ستقوم بعمل كروس للألبو أي أنها ستعبر الألبو وتذهب لتعمل إنسيرشن بالريديس هذه العضلة ستتأثر ستتأثر بوضعية الألبو جوينت فمثلا إذا كان الألبو جوينت مثل ما نلاحظ ميدوي برونيشن هنا ميدوي برونيشن فستزداد أو سيزداد تأثير هذه العضلة على حركة الألبو جوينت ولكن إذا كان هنا في السوباينيشن فسيقل تأثير سيقل تأثير هذه العضلة على الألبو جوينت أي سيقلل هذا البوزيشن أوف ذا ألبو سيقلل أو يزيد من فعالية هذه العضلة فهذا كمثال فأيضا البوزيشن أوف ذا ألبو جوينت أيضا يؤثر على فعالية بعض العضلات وأيضا هناك عضلات أخرى أيضا تساهم في هذا الشيء أو عضلات أخرى أيضا تتأثر بوضعية الألبو جوينت الآن سنتعرف على الفلكشن ما هي العضلات الأساسية المساهمة في الفلكشن وما هي العضلات التي تقوم بالفلكشن أصلا مثلا نلاحظ هذه هي الفلكشن prime mover prime flexors prime flexors التي هي البراكيالس والبيسيبس البراكيالس هي المين فلكشن كما علمنا أن كل من البايسيبس براكيال والبراكيالس فما عبارة عن برايم فلكشن للفور أرم أو للألبو جوينت ولكن البراكيالس ستكون أقوى في عمل الفلكشن من البايسيبس براكيال ولتوصيل الصورة أكثر لنفترض المثال الآتي كل هذه النسب التي سأقولها هي عبارة عن نسب افتراضية فالبراكيالس مثلا تستطيع القيام بستون بالمئة من الفلكشن والبيسيبس تقوم مثلا بخمسة وثلاثون أو ثلاثون بالمئة من الفلكشن فحينما نفقد مثلا البراكيالس فإننا سنفقد ستون بالمئة من الفلكشن للفور أرم أو للألبو جوينت بينما حينما نفقد البايسيبس براكيالس فإننا نفقد فقط ثلاثون إلى خمسة وثلاثون بالمئة من الفلكشن فهذا المثال البسيط يوضح الفرق في عمل الابريكيالس والبيسيبس براكيالس فلهذا نستنتج أن الابريكيالس هي أقوى في عمل الفلكشن ولكن يبقى أن كل منهما يعتبر برايم فلكشن فالابريكيالس هي أضلة أقوى وأيضا هي تتصل بالألنى لهذا السبب فهي تؤثر كثيرا أو هي لها التأثير الأساسي في الفلكشن فهنا مثلما نلاحظ هذه الابريكيالس والبيسيبس الآن هذه هي عبارة عن البيسيبس والابريكيالس هذه الابريكيالس ستكون ديب للبيسيبس مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الابريكيالس هذه هي الابريكيالس مثلما نقول فهي تتصل بالألنى أما البيسيبس فتتصل بالرديس وهنا الابريكيالس في جميع الأحوال فهي تقوم بالفلكشن أما البايسبس فسيقل تأثيرها مثلا حينما أقوم بهذه الحركة حينما أقوم عمل فلكشن حينما تكون يدي فلي برونيتد فأن هنا سيقل تأثير البايسبس فستكون البريكيالس هنا في هذه الحالة هي أقوى وهي ستكون strong flexor than the biceps فهذا السبب اعتبار أن البريكيالس هي ك Prime Mover أكثر من البايسبس البريكيالي ولكن كلاهما يعتبر Prime Mover هنا مثلا نلاحظ Synergist ما هي Synergist ستكون البريكيو بريكيو رديالس والبرونيتر تيريز هذه المايدر هذه المايدر المايدر Synergist مثل ما قلت أن هناك 17 عضلة تؤثر بعض العضلات أيضا تقوم بالتأثير على الفلكشن ولكن سيكون تأثيرها جدا بسيط لذا اعتبر أن Synergist ستكون البريكيو رديالس والبرونيتر تيريز هذه البريكيو رديالس وهذه البريكيو رديالس وهذه البريكيو تيريز أما الآن فسنتعرف على هذه المعلومة البريكيو رديالس can produce rapid flexion in the absence of resistance even when the chef flexors التي هي عبارة عن prime flexors are paralyzed ماذا يعني ذلك؟ يعني أن البريكيو رديالس هي عبارة عن strong synergist حينما تكون بهذه الوضعية مثل ما تلاحظون بهذه الوضعية هذه الوضعية هي أكثر وضعية تستطيع البريكيو رديالس أن تقوم بالفلكشن ولكن ما يقوله هنا حينما مثلا حينما مثلا يكون هناك بارالسز للبريكيالس والبايسيبس بريكيالس والبايسيبس حصل فيها بارالسز ولكن البريكيو رديالس ليس فيها بارالسز أي غير مشلولة بارالسز معناتها مشلولة فهنا هذه البريكيو رديالس ستستطيع عمل فلكشن فلكشن وتكون سريعة أيضا حتى وإن كانت البرايم فلكسرز مشلولة فهذا يجب أن نضعه في أذهاننا حينما نقوم بعمل اكزامينيشن لمريض معين نريد أن نعمل أسسمنت للمصل بارالسز له ما هي المصل التي تكون باراليز فهنا يجب علينا أن نعلم أن البريكيو رديالس تستطيع أن تقوم بعمل الفلكشن هي سينرجست صحيح ولكن تستطيع أن تقوم حتى بربد فلكشن تستطيع أن تقوم بربد فلكشن لذا نحن حينما نقوم بفحص مثلا البايسبس والبركيالس لا نقوم فقط بجعل المريض يقوم بعمل الفلكشن أو الشخص يقوم بعمل الفلكشن مثلا نقوم أيضا بعمل البالبيشن لكي نلاحظ أن العضلة تتقلص مثلا أنا الآن لدي العضلة متقلصة فهنا أنا أقوم بعمل الفلكشن وأيضا أقلص العضلة أو ألاحظ أعمل البالبيشن لكي أرى هل العضلة متقلصة أو لا وبهذه الطريقة سأستطيع أن أعمل assessment هل أن البركيالس هي من قامت بالفلكشن أو البرايم موفر هم من قاموا بالفلكشن ماذا يعني ذلك يعني حينما يكون هناك resistance حينما أحمل أنا مثلا ثقل معين وأقوم بعمل الفلكشن أقوم بعمل الفلكشن فهنا هنا البركيالس والبرونيتر تيريز ستساعد هذه العضلات التي هي البرايم موفر ستساعد البرايم موفر في عمل الفلكشن ولكن slowly ببطل حينما تعمل وحدها حينما يكون هناك paralysis لبرايم موفر فتستطيع أن تعمل ربض فلكشن الآن ننتقل إلى الأكستنشن مثلا نلاحظ هنا سيكون لديه الأكستنشن هي لترايسيبس لبرايم موفر سيكون فقط لترايسيبس بركياي مثلا ما نلاحظ برايم موفر هي لترايسيبس بركياي السينارجيست فستكون الأنكنيس السينارجيست واحدة فقط فهي ستكون الأنكنيس أيضا ستساهم بعمل أكستنشن هنا الميدال هد هو الهد الأساسي الذي يقوم بعمل الأكستنشن الأنكنيس ستقوم بالمساهمة بالأكستنشن ولكن بشكل طفيف شكل طفيف جدا هنا مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الترايسيبس هنا الميدال هد سيكون ديب لن ألاحظ وجود الميدال هد من هنا بطرق السيبرفشل هذا اللونج هد وهذا اللاترال هد ولكن الميدال هد سيكون ديب لهما ولكن جميع هذه الهد سيكون لها نفس الانسيرشن الذي هي في الألكرينان بروسس الآن ننتقل إلى البلد سبلاي and innervation of the joint مثلا ما نلاحظ البلد سبلاي the arteries supply the elbow joint are derived from the anastomosis around the elbow joint الperiarticular anastomosis أو anastomosis في الحقيقة هي جمع فهذه الانستomosis جميعها ستساهم في إعطاء بلد سبلاي للألبو جوينت أما بما يخص الانيرويشن فمثلا ما نلاحظ main nerves are musculocutineous وradial وألنر ولكن سيكون هناك small contribution from median nerve median nerve أيضا سيعطي innervation لهذا الجوينت في مور في مور نص كلام مور يقول musculocutineous والradial والألنر فقط ولكن أنا شخصيا أضفت median nerve ولماذا أنا شخصيا أضفت الـ median nerve لأنه حينما تطرق حينما تطرق مور للـ median nerve ذكر أن الـ median nerve يعطي articular branches إلى الألبو جوينت ولكن حينما ذكر حينما ذكره ذكر الـ innervation في الألبو جوينت لم يتطرق إلى الـ median nerve وحينما بحثت وجدت أن الـ median nerve يعطي innervation ولكن يكون لديه small contribution for medial for الـ median nerve يعطي small contribution فقط فلهذا نضع في أذهاننا أن المين هما المسكولوكيوتينيوس ريديل والنر نيرف ولكن الـ median nerve يعطي small contribution الآن الفقرة الأخيرة وهي الـ برسي على البرسة يعني البرسة تعرفنا على البرسة في محاضرات الجنرال الانتومي وأيضا المحاضرة السابقة عن الشولدر جوينت تعرفنا بشكل دقيق على البرسة هنا مثلا تلاحظون هذه عبارة عن البرسة برسة جمع برسة فقط بعض أنواع أو بعض البرسة أو البرسة ستكون مهمة سريريا مثلا هناك الكثير مثلا هنا سبكوتينيوس برسة هنا هذه الميديا الأبيكونديل مثلا هنا مثلا نلاحظ هذه عبارة عن برسة لن نتعرف على هذه البرسة سنتعرف على ثلاثة فقط أو أربعة بشكل فعلي فور برسة فقط وهذه الفور برسة ستقسم إلى قسمين ثري أولوكرين برسة وبايسبتو راديال برسة وبايسبتو بايسبتو راديال برسة و ثري أولوكرين برسة هذه أيضا صور أخر مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الأولوكرين برسة هنا غير واضحة البايسبتو راديال برسة أو برسة سنتعرف عليها بعد قليل ولكن ما يهمني الآن أن نتعرف على الثري أولوكرين برسة أولوكرين ستكون ستكون الـ هاديه عبارة عن الـ هي أنها ستكون في داخل التندن في داخل التندن نفسه ستكون في داخل التندن وهنا سيكون لدي السب تندنس أولوكرين برسة هذه عبارة عن السب تندنس هذه السب تندنس أولوكرين برسة والتي هي عبارة عن ستكون تحت التندن سب تندنس تعرفنا أن سب تندنس تكون تحت التندن فهنا أيضا الأخيرة سيكون لدي السب سب كيوتينيوس أولوكرين برسة هذه السب كيوتينيوس أولوكرين برسة فهذه الثلاث الآن نتعرف عليهم الواحدة والأخرى هذا هو عبارة عن هذه الترايسيب سيبركي وهذه هي عبارة عن الإنترا تندنس إنترا تندنس إلوكريلن برسة أما الحالة الثانية مثل ما نلاحظ أو البرسة الثانية سبتندنس إلوكريلن سبتندنس إلوكريلن برسة which is located between هنا ليس هنا لك الفاصلة يجب أن يكون هنا لك الفاصلة ولكن لا أعلم لماذا موجود هذه الفاصلة between the إلوكريلن and the triceps tendon هذا الترايسيب سيبركي وهذا عبارة عن الإلوكريلن برسة فهنا هذه هنا ستكون السبتندنس برسة just the proximal to the attachment of all crinine of its attachment to all crinine ماذا يعني ذلك؟ هذه هي عبارة عن الترايسيبس وهذه هي عبارة عن السب السبتندنس برسة سبتندنس إلوكريلن برسة وهنا هذا التندن سيتصل في هذه النقطة فproximal لهذا التندن سيكون هو مكان السبتندنس إلوكريلن برسة أما الفقرة الثالثة فستكون سبتندنس برسة فتمنع الاحتكاك ما بين الاسكن والألكنان برسة هنا مثلما نلاحظ the bicepto bicepto radial bursa biceps bursa أيضا biceps bursa أو bicepto radial bursa separates the biceps tendon from and reduces abrasion against the anterior part of the radial tuberosity radial tuberosity كلنا نعلم ستكون في هذه النقطة فهنا radial tuberosity لو لا وجود هذه البرسة مثلما نلاحظ هذه هي البرسة هذا هو عبارة عن biceps brachii هذا التندن هذا عبارة عن الradius وهنا ستكون موجودة في هذه النقطة هذه الصورة غير واضحة 100% ولكن ما يهمنا هذه الصورة ستكون أوضح ستكون البرسة تقريبا في هذه النقطة تمنع الاحتكاك ما بين tendon of biceps و الradius أو tuberosity أو radial tuberosity وإلى هنا انتهى لدي الجزء الثاني والأخير من محاضرة ال elbow joint وقد تعرفنا على هذه الأيتم الظاهرة أمامكم في الشاشة نلتق إن شاء الله في radio ulnar joints التي هي المفاصل ما بين ال radius والألنة إلى اللقاء اشتركوا في القناة